مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات تحذيرات رمضان في الفيديو هذي بش نحذر معاكم حاجتين بش نحذرهم من قبل حاجات نستحقهم في رمضان ونجم نحذرهم من قبل هكيك بش ان شاء الله في رمضان نربحوا الوقت ونربحوا صحتنا حاجات حاضرة شنو بش نعملوا معاكم بش نحذروا معاكم بريك الدنوني وبش نحذروا معاكم بنادق زوز احجام الحاجتين بش نعملوهم اول حاجة بديت بها وهي اكثر حاجة تستحق وقت بش ترتاح هي عجينة البنادق خليط صحفة فرينا وصحفة سميد ارتب وصحفة سميد متوسط وبتبيعة الملح بالنسبة لكبرى الصحفة هذي الصحفة اللي استعملتها هني بش نخلط المواد الجيفة الكل مع بعضها بش تجيني العجينة متجينسة وفي الصحفة هذيك اللي قاعد يشوفوا فيها بجنب هذيه حتيت 100 جرام زبدة و100 جرام زيت انا حتيزيز دونة لانو تحطوا زيت اللي تحبوا عليه وسخنتوا بالقدي يلزم يكونوا سخان بالقدي بالقدي هنا من اللول استعملت المغرفة على خاطر اسخون ومبعد بديت نخلط بداية كيف كيف ملاحظة ما نحطوش الزيت والزبدة لكل من اللول هكيكا نبديو نزيدو بشوية بشوية ونبديو نبثث عليش على خاطر فما سميدو فارينا يشربو وفما سميدو فارينا ما يشربوش دونك نبديو نزيدو بشوية بشوية ونزيدو حسب الحاج لاني اقحاتيت الكمية اللولة وبثثت اللي عندي الخليط متاع الزبدة الزيت متاع الفارينا والزميد وهوكا بديت نزيد بشوية الهنية شفتو نتفاقد هوكا بقي الخليط يتفتت في داية هوكا زيت كمية اخرى وشكتوكا لحليب هديكا متاع الزبدة هديكا زيدة من صبوهوش يلزم نتحصلو كيما كيما عجينة المقروض كي ناخذ طرفو اللمها مبيني داية تتلم ما تتفترش شفتو كيفاش اتلمت ها هاوكا لهنية شفتو ناخذ شوية وهيكا اتلمت كيف ما قاعد ينشوفو وقت هاكا هاو ما عاش نزيدو زبدة وزيد انا بخيزك ميتين جرام ميه ميه لهنية طوق بش نكمل اللم العجينة بالماء كيف كيف نبدأ بشوية بشوية نزيد في الماء ونعجل واللم في العجينة متاعي حتى ليه نتحصل على العجينة متماسكة وعجينة ما تكون شبسة برشة زيدة وفي نفس الوقت ما تكون شتريه برشة باش كي نجيو نخدموها نخدموها بسهولة ما تعذبناش هتا تشوفو القوام اللي تحصلت عليه في الاخر هاوكا كيما قاعد ينشوفو نبدأ نزيد في الماء بشوية بشوية ما عادي ما سبيلو كانت حبو تحطوه دي في شوية ما يقلقش هاوكا لهنية بديت اللم في العجينة ونزيد في الماء بشوية بشوية حتى ليه انت حصلت على القوام اللي حاشتي بيه هبطوا من الصحفة وبديت نعجن فيه نعجنوه هنا هاوكا نعجنوه عادي كيما نعجنوه الخبز عادت نعجن فيه حتى ليه انت حصلت على عجينة متماسكة وتكونوا رطبة معنا يكي نهز شوية عجينة هاكا ولمها ما بين يديه نتحصل على عجينة رطبة هاوكا مش نواريكم نحنية شفتو عجينة رطبة ومتمسكة وهكا القوام يكون متاح شفتو لا تكون تريه ولا تكون يبس كيوصلت حصلت على القوام هاديكا لميت العجينة متاعي وخليتها ترتاح مهم انو خليوها ترتاح حاجة بش تتخدم من بعن بسهولة ما تقلقناش ونتحصلوا على نتيجة بيه اقل حاجة نخليوها ترتاح ساعتين ونبعتها نوريكم في وسطك الساعتين هاديكم شنو بش نعملو للعجينة لاني هي هاكا غتيتها بش متاحش وخليتها ترتاح ومشيت بش نحذر الحشو البريك الدانوني انا خليت مقلة حتيت فيها شوية زيد واخليت راس كبير متاع بصل انا عملت ارتل الحمى فروم على كالصحفة هذيك اللي كايلت بها الفارينة والسميت حتيت ارتل الحمى فروم جاني قد قد بضبط دونك راس بصل كبير وقال زوريوس هاكا قصيتهم رحيتهم اينا هاكا باقل باقلت عب ولا تقصوهم بسكينة هاكي كا جويدين نحط نقلي فيه اكل حمى فروم لهني بدلت المقلة خطر لاخرى ظهرت لي صغيرة والحم مش بشيت حل بسهوله هاكا نقلي الحمى في نفس الوقت نبدأ نحلف الحمى من خليهوش مكعب هاكا الهني كملت حالية الحمى الكل وتبدل لونه باش نفوح حتيت ملح حتيت آآ لزارب دو بروفنس ولا شوي كليل اوزع تركين عندكم ومغرفة صغيرة تابل تعرفوا الحمى بقري يمشي معاها تابل بلك ده ورشاق فلفل هذا الفاح اللي عملت بها الحشو وكملت انطيب شفتو كيفيش مزال يسايف الماء متاعو يلزمك الماء هذيك الكل يشيح والحم يتقلى شوي ياكا نولي ونسمعو في تقلي امتاعو شفتو الماء هذيك نخليه يتيب اهوك الهني شفتو خليتو طابلين شيح معاد ولا قطرة ماء وهوكا كيما شفتو كقطرة الزيت هذيك الدوب ما يتقلى فيه الحم امتاعي ونطفي عليه ونخليها يبرد بالنسبة للحشو اين عملت الحم اكهاو تنقلكم بعد شنو الحاجات اللي تنجمو تجدوهم بعد ما يبرد خليت العجينة ترتاح والحم هذيك اللي طيبتو يبرد مش نتعدى انحذر لبناتك خليت الحم خليت ترطل الحم فرو حاتيت ملح مغرفة صغيرة نقصة شوية ملح حاتيت مغرفة تابل نص مغرفة كركم حاتيت فلفل احمر خاطر انا الهريسة العربي وفيت لما كان عندكم هريسة العربي حط هريسة عربي رهي اتفوح حاتيت نص راس كبير ثوب عنا خاطر عندي ارتال كانجة عندي كيلو نحط راس كامل ولهني في الرحا هذيك حاتيت نص مغرفة مغرفة صغيرة بسباس كعب ومغرفة كبيرة نعنيع شايح ورحيتهم ع بعضهم بالقدي ولهني حاتيت نعجن في الحم نعجنوه با تم معنى تنعجنوه باش بعد نتحصلو هكا على كين كعبرو تتكعبر معايا بالقدي ونتحصل على كعبورة مرتوبة لاني نعجنو زدتو شوية ماء كل مرة هكا ظهور شفتو كيفي الشايح وشيح ومهوش ملمومة هكا نعجن ونزيد هكا قطرات متعمي مش بارشا رهو ماء حتى لي نتحصل على عجينة اطرية لهني هكا بديت نكعبر في كي ما قلت لكم عمل زوز احجيم في الحجم الصغير هذي متع عجة متع حسو متع تاجين حاجة هكا صغرونة وفينو وهذو ما الكبار عملتهم المقارونة والا مرقع للتطيب للميك لا معناها انا موكسا نعم بي المقارونة والا مرقع الهني حتيت بحذية صحفة فيها مياه وكا نبلي داية عليش باشك الحم ما يلصقش في داية وانا انكعبر هكا عملت جوز احجيم كانت حبو بالميزين الكبيرة عملتها 30 جرام وصغير عملتها عشرة جرامات انا نحب نخضف بالميزين باش هكا يجيوني كيف كيف قد قد ولا تحبو عينكم ميزينكم حسب تقريب تعملوهم نفس الحجم نهني هاوك كيما قاعدين نشوفو كملت كعبرت الحم الكل وباش نتعدى للتطيب بما انو البنادق زوز احجيم من نجمش الحطن طيبهم مع بعضهم على خطر الكبير يستحق اكثر وقت والبنادق الصغير اقل وقت هاوكا كل واحدة حتيت لها الصحفة بتيحة في كل كسرونة حتيت رس ثوم حتيت رشة في اللقحن شوية ملح باش نفوحوها الماء باش موش كالوفيح اللي حاتينيها في الحم يمشي فكالماء ونفقدو معناها من المطعم امتيعو حتيت شوية كركم باش يقعد اللون امتيعو في الصحفة الصغيرة حتيت كاز زيت انا حتيت زيت ونطن بتحطو زيت اللي تحبو عليه وفي الكبير حتيت زوز كسين زيت بزيت زيت على خاطر مبعد باش نصبروه فكاز زيت هذي كامتيعو يخطريز من بعد البنادق يكونو مغمومين بالزيت ونفس الشيء في الصحفة الكبيرة حتيت زوز كسين ماء معنا يقد الماء قد الزيت زوز كسين زيت وزوز كسين ماء في الصحفة الصغيرة للبنادق الصغير حتيت كيس زيت وكيس ماء وحتيتهم فوق الغاز يغليبو به طان اللي انا حذرت البنادق تعطيت ساعة مشيتنا تفاقت فاقة العجينة هذي كامتاع البريك الدانوني لقيتها يبست شو معناها يبست معناها السميد اللي عندي يشرب شرب لي اكل كمية الماء اللي فيها وجيتني يبسة نونك شنا نعمل هاوك كيف ما قاعدين تشوفوا عاود تعجنتها وعاود زيتها 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 كمية امتاع ماء حتي لين الرعت حصلت على القواملوليني هذيك اللي واريته لكم عجينة تكون اترية شوية ما تكون سيبسة برشة لهني ما حتيت البنادق الا ما الماء يغلي يلزم الماء يغلي خاطر كيام بش نحطه في الماء بارد راهو بشيت حالو هاوك نستنى الماء لين يغلي وبعد نسقط فيهم كعبة البنادق ونخليهم يتيبو فاقة هنا هاوكا من اللول يبدأ الماء مخلط معناها السائل هذيك مخلط الماء وزيت هنا هاوكا بدا يصفق حبيتو نوريكم هاوكا يلزم يرجع زيت يلزم اكالماء القل يتبخر ويقعد زيت يزم لبنادق ما تقعد فيه ولا قطرة زيت هنا هاوكا كيما شفتو ما قاعدت فيه ولا قطرة زيت ماء رجع زيت اكهو خليهم يتحمروا شوية فاقة زيت هذيكو ونطفي عليهم شفتو يلزم يرجع زيت ماء في الماء ولا قطرة زيت ولا قطرة ماء تقعد باش البنادق ما يفزدوش هنا هاوكا الصغار حضرو تفيت عليهم وبعدهم الكبار بشوية بعد شوية سيحضرو تفيت عليهم نخليهم يبردو ارجعت العجينة البريك الدنوني شفتو هاوكا قاعدة انحل فيهم حتيت الكل العجينة الكل مع بعضهم كان عندكم اسباس صغير يقسمون العجينة هاوكا حليتهم ما يكونوش اخشين برشا خاطر باش نثيوهم باش ما تجينيش برشا فات لاني هاوكا عملت القالب الحجم اللي تحبو علي تحبهم كعبت صغار ولا كعبت كبار نحيته كالزيد هذيكا عاوت لميتو وغتيتو باش نبعد نعاود نحلو ونعاود نخبن بيه خضيت طرف العجينة هاوكا زيت حليتها شوية بداية حتيت مغرفة صغيرة امتح حشو بالنسبة لحشو تنجمو نزيدوه معدنوس نجمو نزيدوه جبن نجمو نزيدوه فيكيا انا مزيتو حتى شي خليتوها كيكا الحم صافي هاوكا لهني نحط الحشو نثني على زوس وبعد بالفرشيته منها نسكر الكعبه ومنها نزينها يعني حبيت نوريكم نقلي معاكم كعبت ونوريكم على خاطر كنت تفرجوا في فيديو البات فيويتية كي حظرتها معاكم وما طيبتش معاكم حتيتلكم في اللخر التصويره متاع البات فيويتية حاضر عملت بهم كعبت باتية برشا أمشي في بيلكم اللي هذيكا يا تصويره قديمه ياتصويره انا خليتها من الانترنت وهي اللي رايه هذيكا البات فيويتية اللي انا طيبتها معاكم وطيبتها اما مواريتها لكم مش في الفيديو لاني هاوكا قليت معاكم كعبيت باش ناكدو لكم اللي كي نحطوهم في الزيت اللي هي معناها البات هذيكا ناجحة كي نحطوها تيب في الزيت لا تتحل ولا تتفترش ولا حتى شي نقليوها في زيت يكون غارق شوية نحطو كمية به يمتع زيت هاوكا وعلى نارة متوسطة كل مرة نقلبوهم من جيهة حتى لين تحصلوا على اللون هذي متاع بريك الدانوني يكون لون هاكا ذهبي وبتبعا نخليو وقت لسميد باش ايتيب نهني الوقت هاوكا اللي تابو ان خدمة كعبيت شون نعمللهم نحطهم في بلاتو ونرسف هاكا كل الكعبة بجنب اختها ما نحطهم مش فوق بعضهم حتى كنحط فوق بعضهم نعاود نفرش فرشة اخرى باش ما يلسقوش فوق بعضهم وبعد نحطهم في الكنجيلاتور يبسو مياء في المياء باش نخبيوهم حتى كيمش نحطوهم فوق بعضهم باش يلسقوه على بعضهم وبعد ما نشبش ننجمو انحلوهم لاني هاوكا حابيت نوريكم بريك الدانوني كيفاش يجي من داخل هاي كلبات متيعون لا تكون نخشينها برشة ولا تكون نجويدة يجي بنين على اللخن يتقرمج من بره وتريه من داخل بنين انصحكم جربوه وحضروه الرمضان هاكا يكون سهل معناها في رمضان ما تخسروش برشة وقت وما تقعدوش ويقفين برشة في الكوجين هذا بالنسبة لبريك الدانوني هادوما البنادق خليتهم لنبردو نهائيا وشيت طوق باش نخبيهم حتيتوماكا في حكا بلار نظفتها بالبهي وخليتها شاحة هاوكا ولهنى رجعتك الزيت هاديكا وصفيتو نحيتك اللوفيح هاديكا اللي حتيتو ملول حاجة واحدا اكد عليه يلزم الزيت يكون غام البنادق الكله مش يبدأ شتر الزيت يلزم البنادق تكون مغمومة بالك دي وراهو يسبر وعملت معاكم عمناول يقول انا يقعدولي بلو شهراء ما يجرى لهم حتى شاي هاكا هاو الهنى هاوكا البنادق متاهي حضرت حتيتها فوق البلوندد خافاي ان شاء الله في رمضان كي نستحق نجبد منهم هادوما بريك الدانوني بعد ما حتيتهم حتيتهم في الكنجيلاتير ويبسو شفتو يلزم يبسو يوليو حجرة عليش يوليو حجرة بيش كي نحطهم طوا فوق بعضهم في الفساشيات ورجعهم الكنجيلاتير ما يبسوش ما يلزقوش سامحوني ما يلزقوش فوق بعضهم وتقعد كل كعبة وحده هاكيكا ان شاء الله في رمضان نجبد الكمية اللي حاجتي بيها شفتو عليش ينحط نيبسهم الساعة في الكنجيلاتير ومبعد نحطهم فساشي ما نحطهم مش ديريكت فساشي هاو كمثيل اينا الهنى لقيت الطبقات للوطنين مزيلو تريين واللي رجعتهم للكنجيلاتير يبسو وبعد حتيتهم فساشي هاو كهاذو ما اينا نخبيهم بالطريقة هذية وراهي طريقة نجحة مية في المية شفتو الهنى منزلت تريا كمية هذيكا رجعتها للكونجيلاتير كملت معنيها كملت يبست هي لزم يبسوها مية في المية وبعد نحطوها في اللي ساشي ونخبيهم وهذي هي طريقتي في تحذير ابريك الدانوني وكيفاش نخبيه ان شاء الله الرمضان بعد كما قلت لكم نأكد عليكم حاجة واحدة يزم ما تحطوه فوق بعضو فساشي الا ما يكون يبس حاجرة معنيها مكان يبس بارد بالقديق ومكان يبس معنيها هكيكا باش نكونوا متأكدين اللي هو ما هوش بيش يلسق معانا فساشي وبعد ان شاء الله في رمضان اكيدا نوري مبارتاجي معاكم نهارة الين طيبو حاجة واحدة من بعد كي باش تجيو الطيبو ما تخليهوش يسخن نجبدوه تقبل بعشرة دقايق حاكيكا من الكونجيلاتور ونحطوه في الزيت وهو يبس وموش نخليوه يترى ويرجع لطبيعته والعجينة ترجع لطبيعتها معانيه هذا هو الغماغ هذي اكا هاو عطا ان شاء الله في رمضان كي باش نطيبهم اكيد باش نبرتاجي معاكم مزيد نعاود لكم التاريقة كيفاش معانيها نوريكم كيفاش باش نطيبه هذا بالنسبة لبريك الدانوني هاوكا اساشين حاط في الكونجيلاتور ان شاء الله في رمضان جوس نجبدك الساشي ودي راكد في الماقلة وهكا انكون بارتاجيت معاكم طريقتي كيفاش نحضر البنادق وكيفاش نحبيهم باذن الله الرمضان وكيف كيف كيفاش حضرت البريك الدانوني وخبيته الرمضان وهكا انكون وسط معاكم الاخر الفيديو ان شاء الله يكون اعجبكم ان شاء الله تكون حصة الاضافة طوما قاعد لي كانوا قولكم ان شاء الله ناقاكم على اخير من هنا للفيديو الجاية و بس لما